ونحن أتكلم عن الصفة الخامسة اللي هي النور وهذا مهم جداً لازم تدرك كيف اليهود اليهود يؤمنوا أن المسيح هو الذي يوحد الأصباط وهو الذي يبني الهيكل وواحدة من مواصفات المسيح أنه يفتح العيون لأنها دلالة على الخلاص لأن العمق الروحي هو الظلمة يعني مثل ما قال الرب يسوع الحي لشاول الترصوص قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله فإذا واضح ظلمات نور سلطان الشيطان إلى الله فكانوا يؤمنوا المسيح هو الوحيد الذي يتخصص في فتح العيون وعندما سأل يحنى المعمدان عندما كان في السجن أأنت هو يعني المقصود أنت المسيح قال يسوع اذهبا واخبرا يحنى أول جملة العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي ليحنى أن المسيح هو المسيح لكن لاحظ أول شيء عمله الله في سفر التكوين أول جملة اللي شكك فيها الشيطان بالتكوين ثلاثة واحد أحقا قال الله فالله عندما قال ليكن نور فكان نور يعني تكلم وصار في نور وهذا مهم جدا أحباء ندرك أنه هو اللي بيتكلم الكلمة وبصير نور خليني أعطي آية من العهد القديم مكتوب في أشعية ستين لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا بل الرب خلي بالك الرب دائما يهوى يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك زينتك لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك في العهد الجديد ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة خلي بالك مثل ما ذكرت في البداية المسيح مدرك مش عم بقول يا جماعة يا جماعة صدقوني أنا أجيت من عند الله صدقوني أنه أنا النور عم بيتكلم بشكل واضح طبيعي أنا هو نور العالم ولا بحاول يفهم ولا بحاول يقنع كان عنده قناعة داخلية بالفطرة داخلية مقتنع كل أنه هو النور وإن لم يكن هو النور فهذا تجديف على الله وخلي بالك المستمعين ليسوع المسيح كانوا من اليهود فإذن إخوتي وأخواتي يعني وبيتكلم الناس مفصلين ومفصفصين كلمة الله وعارفين كل حرف وكل نقطة وفهمين شو اللي بيقصدوا يسوع المسيح كمان آية في رؤية 21 اللي هي رد على إشعية اللي قرأناها إشعية 60 والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها يعني إحنا قرأنا في إشعية 60 لأن الرب يكون لك نورا أبديا هنا مكتوب لأن مجد الله قد أنارها والخروف اللي هو يسوع المسيح سراجها فإذا واضح أحبائي الكتاب مش بيتصروق ولا بيجرد بزد آيات ولا كلمات ولا أمور كان يسوع بيتكلم يعني الأغلبية الصاحقة 99% من اللي كانوا ماشيين معا كلهم يهود ومتعصبين ودارسين وفهمين العهد القديم هاي واحدة من الأمور المهمة اللي بتعبر عن يعني فعلا لهوت المسيح أنه هو النور الحقيقي نور الأمم اللي تنبأ عنه إشعية إصحاح 42 آية 6 وإشعية 49 كمان آية 6 واضح جدا في العهدين يسوع هو النور في العهد القديم الرب هو النور مزمور 27 الرب نوري يهو نوري وخلاصي وخلاصي وهاي الكلمات المخلص والنور قيلت على يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر